تتسارع التطورات في أفغانستان مع أحكام حركة طالبان السيطرة على البلاد وبدء إجراءات استلامها السلطة فالحركة أصدرت عفوا عاما عن موظفي الدولة ودعتهم للعودة إلى العمل فيما انطلقت مفاوضات تشكيل الحكومة وعلى صعيد مطار كابل سيطرت طالبان على القسم المدني من دون أن تتقدم نحو المطار العسكري الذي تسيطر عليه الآن الولايات المتحدة وسط ترقب عمليات إجراء الأجانب من البلاد فيما تتوالى مواقف الدول والأفريقاء الدوليين من هذه التطورات وآخرها ما أعلنه الاتحاد الأوروبي عن ضرورة محاورة طالبان لأنها انتصرت في الحرب فكيف تبدو التطورات في أفغانستان والحركة في مطار كابل الدولي بعد فوضى الساعات الماضية نناقش هذه التطورات مع ضيفنا من بينا وزير الدفاع النمسوي السابق هيربرت شيبنر مع الوزير أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار تطورات كثيرة تابعناها طوال الساعات الماضية لكن دعني أبدأ معك بموقف الاتحاد الأوروبي الذي جاء سريعا لأنه الكل كان ينتظر الأفعال وليس الأقوال الاتحاد الأوروبي يقولها صراحة اليوم علينا أن نحاور طالبان لأنها انتصرت في الحرب لأي اعتبارات جاء هذا الإعلان بالنسبة لتلك كارثة إنسانية وكارثة للسياسة الأمنية التي نهجتها أمريكا وحلف شمال الأطلس وأيضا لاتحاد الأوروبي لأنه بعد عشرين عاما من الإنخراط في هذه الدولة الصعبة كأفغانستان نرى هذه النتائج ولا يمكن وصفها إلا بأنها كارثة كبرى سيد هيربرت الطالبان اليوم ظهرت في أول مؤتمر صحفي لها من العاصمة كابل وأكدت للعالم أن أفغانستان لن تستخدم من أجل الحق الضرر بالآخرين وأكدت أيضا على الاتزام بالوعود السابقة التي قد ذكرتها لربما في الاتفاقات السابقة هل تهدئ هذه التصريحات من مخاوف الاتحاد الأوروبي من مخاوف المجتمع الدولي من ما يمكن أن تقول إليه الأمور في هذه الدولة؟ أنا لست متفائلا لا أعتقد أن هذه هي خطتهم نحن نعرف تاريخهم نعرف ما حدث في أفغانستان وفي الأراضي المحتلة لن يكون الوضع كما يصرحون على مستوى ضمان حقوق النساء لأن تأويلهم للإسلام هو متشدد لكن اليوم المجتمع الدولي سيد هيربرت يرى أنه يجب التعامل مع حركة طالبان الاتحاد الأوروبي كما بدأنا بهذا الخبر قالها صراحة أن هذه الحركة هي من اليوم ربحت الحرب هي من فازت بهذه الحرب وبالتالي كيف يمكن اليوم أن ننظر للمرحلة الآتية في ظل هذه المخاوف يعني حضرتك لست متفائلا من المرحلة المقبلة لكن كيف يجب التعامل معها للوصول ربما إلى أفضل النتائج في الوقت الحالي من الصعب جدا أن نتكهن بمخرجات نتائج جيدة لأن المجتمع الدولي في رأيه يجب أن يضغط أقصى ما يمكن على طالبان لكن كما رأينا في السابق ليس هناك ضمانات قد تجعلنا نطمئن علينا أن نقول أيضا أن العمليات العسكرية ليست كافية لوحدها لبسط الاستقرار في أي دولة ما فعل سابقا من أجل دعم الشعب ومن أجل مساعدتهم على تحقيق أمارهم لاقتصادية وتحسين مستواهم سواء المعيش أو التعليم يجب أن نضيف إلى تلك المنجزات والمكاسب ونناقش كيف نصونها تلك المكتسبات كيف يمكن للدول الغربية أن تنخرط في المنطقة في أسيا المركزية ليس من السهل أن نضع القوات العسكرية بشكل دائم هناك هناك مسؤولية أيضا للإسهام في التعليم والمجتمع والاقتصاد بالتزامن سيد هيربرت مع المشاهد المأسوية التي تابعناها من مطار كابل دعا حاكم فيينا الحكومة النمسوية إلى وضع الفرين من أفغانستان تحت الحماية الدولية وأكد أن المجتمع الدولي وحتى النمسا مطالبون بتقديم المساعدة على الفور كيف بتقديركم ستتعامل النمسا من جهة وأوروبا أيضا مع الفرين من أفغانستان وأعدادهم غفيرة حلال الأيام الماضية كان هناك نقاش بأن هناك إمكانية لإعادة الأفغان الموجودين في النمسا إلى كابول وليس العكس ليس الاتجاه المعاكس أعتقد أن النقاش انتهى هنا هذه مسؤولية المجتمع الدولي أن يدعم النازحين واللاجئين لكن بالنسبة إلي ليس منطقيا أن نجلوب الأفغان إلى أوروبا علينا أن ندعم الدول المجاورة لأفغانستان لتقديم المساعدة للشعب الأفغاني طبيعة الحال كانت النمسا واحدة من ست دول في الاتحاد الأوروبي التي أصرت بالفعل الأسبوع الماضي على حقها في الترحيل القصري لطالب اللجوء الأفغان ورفضت بطبيعة الحال طلباتهم ذكرت سيد هيربرت عن مسألة دعم دول الجوار الأفغاني فيه على ما يبدو بحسب التصريحات الأخيرة مؤتمر دعت إليه فيينا لدعم هذه الدول من خلال إنشاء لربما كما يقولون مراكز استقبال اللاجئين كيف يمكن لذلك أن يتحقق وهل يمكن لهذا الاجتماع المرتقب أن يصل إلى نتيجة في هذا الإطار لأنه على ما يبدو الجانب الأوروبي متخوف من إعادة يعني المشهد نفسه إلى العام 2015 بعد الأعداد الكبيرة التي وصلت من المنطقة إلى أوروبا أنت محقة تماما نتفق معك هناك بعض الشكوك التي تحوم حول هذه المقترحات رأينا ما حدث بعد أزمة سوريا حتى في الاتحاد الأوروبي وفي المجتمع الدولي برمته كان هناك وعود لدول مجاورة مثل لبنان من أجل دعمهم عندما استضفون اللاجئين لن أقول إن لا شيء تحقق لكن ليس بالشكل الكافي ما تحقق لم يكن كافيا من قبل الدول المجاورة لسوريا علينا أن نتذكر أنه عندما كان هناك مؤتمر في توكيو حول أفغانستان مليارات الدولارات تعهد بها لكن لا شيء منها وصل إلى الصندوق المالي الدعم لأفغانستان فقط مجرد وعود كنت في كابول مرتين وكنا نحاول أن ندعم الشعب الأفغاني ونساعد الأطفال وكان هناك غياب للاهتمام لدى المجتمع الدولي لم يتم التجاوب معنا وكانوا يقولون لنا إن الدعم الإنساني هو ما يريدون أن يشجعوا علينا إذن أن نظهر اليوم أننا تعلمنا دروس الماضي وعلينا أيضا أن نرى كيف يتم التعاطي مع التحديات عبر دعم الناس في أفغانستان وكذلك دعم الدول المجاورة لأفغانستان سيكون هناك حاجة لم فر وإذا جاء الأفغان إلى أوروبا مكان آخر يجب أن ندعم الدول المجاورة بدل الحلول الأخرى سنكون بانتظار بالفعل إن كان سيأتي هذا الدعم المفوضية الأوروبية وهو أمر مطلوب الآن شكرا جزيلا من فيينا وزير الدفاع السابق هيربرت شايبنر على المشاركة معنا الليلة ترجمة نانسي قنقر